موسيقى الثاني والعشرون من ايار مايو من العام عشرين عشرين اهلا بكم الى يوم القدس لبل الى زمن القدس انه الزمن الذي لمجل فيه لأي ضبابية زمن مقاومة الشعوب لغطرسة اسرائيل ولخيانة بعض الانظمة العربية زمن لا مجال فيه لضبابية فمن حاك سرا على مدى العقود المنصرمة سفقات ومخططات ههو يرتمي في الاحضان الاسرائيلية من دون خجل انه زمن تحديد البوصلة وتصويبها اما نحو القدس قلب الانسانية النابض او باتجاه اخر نظام ابرتهايد في العالم والحديث عن خيار ثالث في زمن القدس لا مواربة اما ان تكون مع الحق والحقيقة والتاريخ والجغرافية واما ان تهرول مطبعا ومصفقا لكيان حاول وعبثا سيحاول تمزيق الخرائط وتزوير الروايات وتجميل الباطل في زمن القدس العودة حق لا صفقة والقوة وحدة لا نعارات في زمن القدس حرية لا خنوع وانتصارات لا انبطاحات انه زمن القدس الباقية لقرون لا زمن صفقات اللحظات الغابرة في اسبوع القدس العالمي اليوم معنا من صغر تا شمال لبنان السيدة فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة ومن تونس زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي ومن الجليل عضو المكتب السياسي لحركة ابناء البلد محمد كناعينا ونبدأ معك سيدة فيرا اليوم غردتي صباحا على تويتر لكم خرائتكم المتبدلة ولنا قدسنا الثابتة ماذا في هذه التغريدة نعم يعني انا بمجرد ما ان اذكر القدس لابد وان استعيد شريطا من وقائع على مر عقود من الزمن حيث ان المجتمع الدولي بين مزدوجين دائما يقدم لنا خرائط متبدلة يلعب بجغرافيتنا وكأنه يريد بشكل او باخر ان يمحو تاريخنا فانا اليوم وعلى بعد وعود من عودتي الى القدس متكئة الى مقاومة حية والى وعي جماعي لابد وان اتوجه لهذا الاخر الذي يبدل بخرائتنا منذ 1920 لليوم لأقول له لك خرائتك المتبدلة ولكن لنا قدسنا الثابتة قدس واحدة موحدة عاصمة ابدية لفلسطين ومن دون ذلك فاننا كمن يئد نفسه بنفسه وكمن يدفن نفسه بنفسه ولفتني مايا ما ذكرته منذ قليل عن ان القدس عاصمة الانسانية حين نحن نرتقي بتفكيرنا لنتوجه الى قدسنا على انها عاصمة للانسانية نكون بذلك قد تحررنا من كل المورثات الخاطئة وتطلعنا بنظرة واقعية ونظرة ايجابية الى قدسنا وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة نقل هذه العدوى الجماعية الى الاجيال يعني الى اولادنا الى الاجيال التالية لانه فعلا كان هناك غزو فكري جعل اولادنا ينظرون الينا وكأننا نعيش حلما لا واقعا فبالتالي يجب علينا من جديد ان نعيد تأهيل ذاكرتنا وتأهيل كتب اولادنا وثقافتهم لكي يتطلعوا الى القدس لان من دونها فاننا ذاهبون الى التحلل لمجال انتقل منك سيدة فيرا الى السيد زهار حمدي وهو معنا من تونس سيد زهير لتونس تاريخ طويل في النضال والكفاح من اجل القدس ومن اجل القضية الفلسطينية يعني واعتدنا ان نشهد في تونس وفي شوارع تونس هذه المسيرات المتضامنة مع فلسطين ومع الحق الفلسطيني ماذا يمكن ان نقول يوم من تونس في يوم القدس العالم شكرا على هذه الدعوة اولا اسمحيني في هذه المناسبة ان نتقدم بالتحية الى كل ابناء الشعب الفلسطيني والى كل مقاوم حر شريف لازال يؤمن بان المقاومة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين كذلك اتوجه بالتحية الى ارواح شهداء الثورة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام وكل من سقط على ضرب تحرير فلسطين اليوم من باب الصدف يتزامن حدثان من همين الحدث الاول هو مرور 72 عام على يوم النكبة ونحن نسميه يوم العودة ولا نسميه يوم النكبة لان هذا فيه روح ايجابية ثم اليوم هو يوم القدس العالمي هذا التزامن على مدار تقريبا 10 او 15 يوم نحن في تونس هنا لم تنقطع المناشط والفعاليات ولو ان الحجر الصحي قد اثر في هذه السنة في احياء هذه المناسبات ولكننا ابتدعنا اشكالا جديدة لاحياء هذه المناسبة سواء تونسيا او مغاربيا او عربيا تأقلما مع نعانيه نحن وهذا ما يؤكد على ان قضية فلسطين هي قضية تونس وقضية كل الامة العربية لاننا لدينا قناعة ان العدوان الصهيوني على فلسطين في سنة 48 لا يستهدف فلسطين انما هو يستهدف الوجود العربي ولا نأمل بان يكون هناك تقدما اصلا دون ان يكون هناك نهضة في مقاومة هذا الاحتلال لان الاحتلال لا يفرق بين اراضي فلسطينية واراضي لبنانية واراضي سوريا صحيح وقد تمركز في فلسطين ولكن الاستهداف هو للمشروع النهضوي العربي واستهداف الوطن العربي كاملا وهذا ما يؤكد يعني يعني تحالف القواء اليمنية والرجعية العربية خاصة الانظمة التي تعتقد ان وجودها لا يمكن ان يستمر دون ان يكون هناك تحالف مباشر مع الكيان الصهيوني ولذلك اليوم هناك سعي محموم من طرف هذه الانظمة بدعم من الولايات المتحدة الامريكية لتمرير الصفقات المشبوهة كما مررت في السنوات الماضية ستحدث عن هذه الصفقات سيد زهير ولكن اسمح لي بان انتقل مجددا الى الجليل مع السيد كنعنة سيد كنعنة ماذا يعني هذا اليوم لفلسطيني الثماني والاربعين اولا كل التحيات لك وللضيفين الكريمين واسمح لي ان اتوجه بالتحية الكبيرة في هذا اليوم يوم القدس العالمي بالتحديد الى اسران البواسل في سجون الاحتلال الذين يواجهون الى القمع الصهيونية بما يسمى ادارة مصلحة السجون التحية كل التحية الى ارواح الشهداء الى ارواح كل الشهداء الذين ارتقوا على طريق التحرير على طريق القدس وعلى طريق فلسطين والتحية الى الاسرى الشهداء جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني منذ سنوات ومنهم من كان اسيرا ايضا ومنهم من سقط ايضا على طرقات القدس وفي ازقة القدس وما زال محتجزا في ثلجات السقيع لدى الاحتلال الصهيوني التحية الى كل الشرفاء الذين ما زالوا يحملون راية القدس ويتمسكون بالبوصلة بوصلة التحرير بوصلة فلسطين البوصلة الانسانية التي باتت هذه القضية قضية كل الاحرار حول العالم نعم فكيف الحال معنا نحن ابناء فلسطين ابناء فلسطين في كل فلسطين وتحديدا في الداخل المحتل عام 48 وهو هذا الجزء المحتل هو يشكل العمق الاستراتيجي لمدينة القدس سياسة الاحتلال عملت على مدار عقود ماضية وخاصة في السنوات الأخيرة على فك الارتباط بين القدس ومحيطها العربي محيطها الفلسطيني الإغلاق من ناحية في مناطق الضفة الغربية المحتلة منع سكان القطاع قطاع غزة من زيارة القدس منذ الانتفاضة الأولى تحديدا وما بعد ممنوع على أهلنا من غزة أن يزوروا القدس فبقيت القدس مع أهلها المقدسيين المرابطين المناظلين والمقاتلين من أجل الحفاظ على عروبة القدس وقدسية هذه المدينة وأيضا مع الأهل في الثمانة وأربعين الذين لم يتأخروا أو يتوانوا عن أن يكونوا سندا لمدينة القدس في هذه القضية العادلة التي يحاول الاحتلال بشكل دائم التجزئة بين المناطق الفلسطينية المختلفة من أجل الاستفراد بمدينة القدس والاستفراد بكل ساحة من الساحات بطبيعة الحال كما هي سياسة الاحتلال الصهيوني على مدار العقود الماضية منذ نشأته سيد كنعنة اسمح لي بأن أشرك معنا في هذه التغطية من غزة مدير وحدة الأبحاث في مركز حضرات لدراسات السياسية والاستراتيجية سيد حمزة أبو شنب مرحبا بك سيد حمزة في غزة الغزويون محرومون من زيارة القدس كما ذكر سيد كنعنة منذ الانتفاضة الأولى ماذا يمكن أن نقول اليوم في يوم القدس العالم بتقديري في يوم القدس العالمي ولن يمر هذه المرة بظروف استثنائية لم يكن هناك عشرات التغاهرات التي تخرج في عواصم العالم العربي والإسلامي نتيجة جائحة كورونا إلا أن بعض الأنشطة التي تمت هنا وهناك وهذا الحضور الإعلامي القوي هذا العام بظهور قادة بحور المقاومة مجتمعين في كلمة مسجلة بثت على كافة فضائيات المقاومة أعتقد هذا يعزز أن يوم القدس العالمي وأن اختيار آخر جمعة في رمضان تأتي في إطار بعدين البعد الأول مرتبط بالتأكيد على قدسية القدس والمسجد الأخصى ذات البعد الإسلامي وأن قضية فلسطين قضية ليست فقط قضية الشعب الفلسطيني وعده إنما قضية فلسطين لقضية الأمة العربية والأمة الإسلامية مجتمعة لذلك في تقدير يوم القدس العالمي ووضع أهل غزة في هذا الإطار من الحرمان ليس فقط من الانتفاضة الأولى أيضا كان هناك بعض الإجراءات المشددة اليوم في فترات سابقة كان يزور مدينة القدس عدد من أبناء شعبنا في قطاع غزة اليوم هناك حرمان تام في هذا اليوم ولكن عسى أن يكون قريبا زيارة المسجد الأخصى في ظل تطور وحصار المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني وحصار المقاومة اللبنانية للعدو الصهيوني وحصار قوى المقاومة بأشكال متعددة للعدو الصهيوني على الجمهات المتعددة اليوم أن أعلن في 79 عن انطلاق يوم القدس العالمي قبل الإمام الخميني بدأت الأمور تكون أفضل لصالح المقاومة على أكثر من صعيد نشاهدها اليوم بصورة جلية وواضحة وصورة أكثر رساخة على الأرض ونستمعها ونقرأها في تقديرات العدو الصهيوني الاستخباراتية وتقديرات جيش الاحتلال إذن كما ذكرتم سيد العزيز يأتي يوم القدس العالمي هذا العام مغايرا لكل عام احتفى العالم بمركزية المدينة في القضية الفلسطينية ووجدان الشعوب المزيد مع هذا التقرير لزميلة ملك خالد للمرة الأولى منذ بدء الاحتفاء بيوم القدس العالمي بين الثورة الإسلامية في إيران تغيب تجمعات الشعبية الحاشدة التي لطالما ميزت هذا اليوم في غير بلد بسبب الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا اليوم الذي تخصص الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك للاحتفاء به وتكريس مكانة القدس في وجدان ووعي الشعوب حول العالم يأتي هذا العام وسط ظروف غير مسبوقة دعم أمريكي مطلق لإسرائيل عبر الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة للاحتلال ولاحقا الاعتراف بسيادة المحتل على الجولان السوري وضم غور الأردن وأخيرا وليس آخرا عبر أعلان صفقة القرن التي تتضمن فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية وهناك التصابق من بعض العواصم العربية لتطبيق صفقة القرن وللتطبيع بأشكاله كافة مع الاحتلال أما على مستوى الاحتلال فقد ألفت حكومة وحدة تضم غلاة اليمين من حزب الليكود وأيضا جنرالات الحرب على غزة والطرفان متفقان على تنفيذ صفقة القرن بالكامل والتسريع في إجراءات الضم فيما على الأرض تستمر محاولات تهويد القدس وإفراغها من أهلها الفلسطينيين كما هي الحال منذ احتلال المدينة بالكامل عام 67 والحصار على غزة مطبق منذ عقد ونصف والاقتحامات والاعتقالات في الضفة بمدونها وقرها مستمرة من دون إبطاء أو توقف ونصف الشهداء والأسرة لا يقل تضفقا مع الوقت في المقابل يستمر محور المقاومة بتأكيد دعم الفلسطينيين في كل وقت وتحت أي ظروف بالرغم من افتتاح هذا العام باغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي كان من أبرز وأصلب الداعمين للمقاومة في كل مكان على طريق تحرير كل فلسطين والوصول إلى القدس سيد زهير أعود معك قبل قليل تحدثتم ربما عن صفقات تحدثتم ربما عن هرولة وتطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية في تونس خرج وزير تونسي وطالب بمنح إسرائيليين الجنسية التونسية وتحدى بذلك الرئيس التونسي الذي يعتبر التطبيع خيانة وجريمة حتى ألم يحن الوقت برأيكم سيد زهير إلى قوننة تجريم التطبيع؟ بالفعل هذه أحد المعارك الرئيسية لأن المقاومة لا تعني فقط حمل السلاح لأن خيار حمل السلاح هو متاح فقط لدول الطوق والمشتبكين وعلى عدو الصهيوني بصفة مباشرة في الأراضي المحتلة أو في جنوب لبنان أو على صحات جبهات القتال ولكن حرمان العدو من عديد من المزايا أولا هذه حقيقة لابد أن نثبتها بأن مواصلة الاشتباك معه على جميع الجبهات سواء عسكري أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي هي أحد أهم الأسلحة التي يمكن للمقاومين أن يمسكوها لأن ميزان القوى بشكل أو بآخر هو مختل لصالح العدو الصهيوني وليصالح حلفاه مقابل محدودية إمكانيات المقاومة لذلك على المقاومة أن تبتدع كل الأشكال لمواجهة والاشتباك مع ردو الصهيوني لتحرم من شيئين رئيسيين هو الاعتراف ثم كذلك الأمن والأمان هذا بطبيعة الحال لن يتأتى إلا بتكريس سلاح المقاطعة وسلاح مقاومة التطبيع بجميع مستوياته وأشكاله وهذه أعتقد من أهم المعارك التي ينبغي على المقاومين في الصحات العربية أن يتمسكوا بها ويتمسكوا بهذا الخيار وأن يفرضوا بهذا الخيار لأن بصراحة هناك موجة كبيرة جدا يراد لها أن تعمم في كافة الدول العربية سواء سياحيين أو ثقافيين أو فنيين ورأينا في المدة الأخيرة دون الحديث عن الزيارات التي تذهب إلى الكيان الصهيوني رأينا أيضا موجات من الأعمال الدرامية الخليجية التي تكرس وتدعو إلى هذا النهج نهج التطبيع بطبيعة الحال في المغرب العربي وفي تونس أساسا هناك اختراق لا يمكن إنكاره من طرف الكيان الصهيوني في وفود تأتي وتذهب من وإلى تونس ومن وإلى الأراضي المحتلة ولكن ليس بصفة رسمية هذا يقوم به النظام على خجل ولكن هناك حزاب سياسية ثورية ووطنية ومقاومة وهناك مجتمع مدني ومنظمات وجمعيات دائما وأبدا متحفزة وتعتبر أن التطبيع فعلا هو خيانة ونتصدى وتتصدى كل هذه القوى إلى أي محاولة لتكريس التطبيع في تونس وفي المغرب العربي وهناك كثيرا من الجمعيات والمنظمات وهناك كثيرا من المراسد التي تتصدى يوميا وترفع القضايا في مواجهة السلطة وفي مواجهة أي طرف يجتم منه أنه يمارس ويكرس التطبيع لأننا نعتقد أن التطبيع هو المقدمة للاعتراف بالكيان الصهيوني وجعل هذا الكيان يتمتع بهذه الميزة بأن يكون كيانا طبيعيا يستطيع أن يعيش في هذه المنطقة كدولة وككيان طبيعي في حين أنه كيان مزروع عنوة من طرف الاستعمار عن الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية سيدة فيرا انتلاقا مما تفضل به السيد زهيرو بالحديث عن التطبيع لابد لنا من أن نسأل أين لبنان من هذا الحديث علما بأن رئيس مجلس النواب اليوم نبيه بري قال بأن هناك أصوات نشاز باتت تسمع في البلد وعاد الحديث ربما عن فدرالية أيضا في لبنان خصوصا مع الأزمة الاقتصادية هناك من يلوم المقاومة على هذه الأزمة وهناك حديث عن هذا الموضوع بطبيعة الحال يعني بداية حينما طرحت السؤال على ضيفك التونسي راودني الجواب مباشرة إلى أنه نحن في دستورنا وفي ميثاقنا هناك تحديد أن لدينا عدوا واحدا وهو إسحل وبالرغم من ذلك هناك بعض الأطراف أو بعض الشخصيات أو بعض الأصوات التي تجاوزت حتى موضوع التطبيع إلى ربما علاقات طبيعية وهذا أمر خطير وأنت أشرت مايا في حديثك إلى الأزمة الاقتصادية وكنت حذرت معك وفي مقابلة معك إلى أن هناك من يحضر لحجة الاقتصاد ومن خلال ما يسمى الأزمة الاقتصادية التي لها أسبابها المتعددة الداخل منها والإقليمي أو الدولي ولكن يراد من خلالها وأن يحمل المقاومة بشكل أو بآخر مسؤولية هذه الأزمة الاقتصادية لكي يكون هناك رد فعل سلبي في الشارع اللبناني على المقاومة ولكن أعتقد بأن منسوب الوعي واللبناني بطبيعته هو متابع ربما لهذا الموضوع إيجابية المتابعة تجعله أكثر وعيا وأكثر حرصا على المقاومة لأنه في ظل الأزمات السياسية أزمة النظام أزمة الدولة أزمة الاقتصاد ليس هناك لدينا ورقة رابحة إذا أردنا أن نتكلم من منطلق المصالح ليس لدينا هناك ورقة رابحة فعليا إلا المقاومة علينا إذن قدر الإمكان أن نبث مزيدا من الوعي على غرار هذه الحلقة وأنا أتابع قلت لا تزال الدنيا بخير ضيوفك من مختلف الدول العربية يتكلمون بمنطق واحد في الوقت الذي يراهن الخارج ومعه بعض الداخل على تغيير هوانا وعلى تغيير هويتنا إذن الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان يراد منها اليوم أن يصار إلى رد فعل سلبي على المقاومة تحميلها كل الأعباء وهناك أصوات حتى من ضمن الساحة السياسية الواحدة إذا جاز التعبير بدأت تنحو منحا مختلفا ومغايرا وكأنها تحمل السلاح المقاومة بطريقة غير مباشرة ما آلت إليه الأمور علما أن المقاومة بمنقبيتها خصوصا سيد المقاومة كان في آخر خطاب وآخر إطلال له وسيكون له إطلال قريبا كان مرنا لدرجة فتح الباب واسعا أمام الحوار السياسي أمام المفاوضات أمام التعاطي المرن في الواقع الاقتصادي ما يجعل كل هذه الحجج حججا واهية أزمة صعبة علينا تجاوزها وأنا أعتقد أن لكورونا بعضا من إيجابية أنها جعلتنا نعيد ترتيبة ليس فقط البيت الداخلي بل العقل الداخلي تنظيم الأولويات وفي أولوياتنا طبعا القضية الفلسطينية ويوجعني أن يكون لدينا ضيفين أحدهما من غزة والآخر من الجليل وهناك صعوبة في الحج إلى القدس ليتنا من اليوم نطالب ونطلب من أهلنا الفلسطينيين أن يتوحدوا في الداخل على مختلف فصائلهم ريثما تنسح بهذه الوحدة إلى كامل الخريطة العربية وبالتالي إلى كامل دول المنطقة ودول العالم التي تملك الحس المقاوم لننتصر لإنسانياتنا وما الحديث عن صفقة القرن اليوم إلا هذا الخوف مما أسست إليه المقاومة نعم سيد حمزة نستكمل هذا الحديث عن التطبيع يوم أمس حطت في مطار تل أبيب طائرة إماراتية تحمل مساعدات طبية قيل أنها لغزة وتم رفض هذه المساعدات وهذه الحمولة لهذه الطائرة كيف يمكن قراءة هذا الحدث عشية يوم القدس العالم أعتقد هذه ليس المرة الأولى وهذه ليس الخطوات الأولى قضية التطبيع ليس هي فقط رغبة عربية إنما هي حاجة إسرائيلية في الأساس إسرائيل لديها إشكالية أساسية ما زالت في المنطقة إسرائيل منذ اقتصاب أرض فلسطين وإنكام الدولة العدو الصهيوني وإسرائيل لديها شرعية مفقودة مع العالم العربي وهي تبحث عن هذه الشرعية وتحاول أن تسعى أن تكون هذه الشرعية شرعية عربية لأنها منذ أن انشأت وهي تقوم وتستنع الإشكاليات مع الدول العربية ومع الشعب الفلسطيني لذلك هي تحاول أن تبحث وما زالت كل هذه الخطوات بالرغم من مخامة التسويق الإعلابي الإسرائيلي عبر منصات التي تسهدف بالذات في المرحلة الحالية منطقة الخليج تحاول إلا أن ذلك لم يحقق النتائج التي تبحث عن إسرائيل هذه الصورة الآن هناك بعض الأنظمة العربية تعتقد أن بطبيعة العلاقة مع إسرائيل ربما البعض ينظر أنها ممر إجباري في ظل حالة الضعف العربي وهذا جزء موجود البعض يراها حالة اضطرارية للتعامل مع دولة العدو الصهيوني والبعض الآخر يراها حالة التوافق وهذه هي المرحلة الأخطر ربما في لحظة ما يتفهم البعض العربي لبعض الإشكاليات العربية القائمة نتيجة غياب النظام العربي الرسمي وتفتت هذا النظام يواقع الحالي الآن الأخطر أن البعض يحاول أن يجعل من إسرائيل ليست عدوة بل أن إسرائيل هي صديقة وأنما هناك أعداء جدد وهم الأعداء المتمثلين بالجمهورية الإسلامية في إيران كدعم رئيسي ومحور للمقاومة حركات المقاومة الفلسطينية على رأس حركة حماس وكتاب الشهيد عز الدين القسام حزب الله في لبنان وغيره من حركات المقاومة الدعمة والفاعلة بالذات نلاحظ هنا ضمن هذه الإطار سبق هذه الخطوات عملية تشويه ساعة هذه الأرض لعملية تشويه المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية بصورة أساسية لأن المقاومة الفلسطينية وعلى رأس حركة حماس استطاعت أن تؤلم العدو الصهيوني بصورة حقيقية وأن تحاصره عبر الجبهة الجنوبية وتجبر الاحتلال على الذهاب في العديد من الخطوات ويصبح خيار الحرب الذي كانت تستهويه إسرائيل في الوقت الذي هي تريد أصبح توقيت اختيار الحرب لم يعد سهلا أمام قادة العدو الصهيوني هذه أيضا كذلك سبق عملية تشويه لحزب الله في لبنان وعملية تشويه للجمهورية الإسلامية لشيطنة كل هذه القوة وجعلهم هم الإشكال الحقيقي فما جرى بالأمس هو نتيج واستكمال لهذه المسير وهي محاولة لاستغلال الضرف الإنساني وأيضا لا نريد أن نبرئ السلطة الفلسطينية وسلوك السلطة الفلسطينية ليست نابعا رفضه وعملية التطبيع كما تدعي السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية رفضت لأن ذلك من وجهة نظر أقطاب السلطة يعزل إذن يبدو أن الاتصال قد انقطع مع السيد حمزة أبو شنب على أمل أن نعود إليه فور جهوزية الاتصال المرشدة الإيرانية السيد علي خامنة وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أشار إلى أن سياسة تطبيع حضور الكيان الصهيوني في المنطقة هي هدف أمريكي وأن بعض الدول العربية يساعد على ذلك كما قال خامنة إن جائحة الصهيونية لن تبقى وسيقضى عليها بعض الحكومات العربية التي تؤدي دور الأجير في المنطقة تسعى إلى إعداد المقدمات اللازمة لذلك قل علاقات الاقتصادية وأمثالها هذه المساعي عقيمة ولا طائلة منها الكيان الصهيوني زائدة مهلكة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة ويبقى سواد الوجه والخزي والعار لأولئك الذين وضعوا إمكاناتهم في خدمة هذه السياسة الاستكبارية سيد كانعنا إلى أي مدى جعلت واشنطن التطبيع مع إسرائيل ممرا إيجابيا لازدهار أي دولة كان ذلك في العالم العربي وحتى في أفريقيا اليوم هناك هجمة إسرائيلية على الداخل الأفريقي أكان ذلك من باب السودان أو غيره من أمنى البلدان السؤال موجه لي نعم تفضل سيد كانعنا لم أسمعك جيدا كان هناك تشويش في الصوت كنت أسألك عن موضوع التطبيع وإلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في عهد ترامب جعلت موضوع التطبيع مع إسرائيل يعني ممرا إلزاميا لدول عربية وحتى أفريقية لتنعم بازدهار اقتصادي على حسب ما يتم الترويج له نعم نعم يعني التطبيع أصبح حاجة كبيرة بالنسبة للكيان الصهيوني وهذا نشهده في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ولكن منذ نشأة هذا الكيان وهو يسعى إلى محاولة التطبيع مع المحيط العربي الرافض له في فترة الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا في فترة الإدارات السابقة وأيضا كان هناك دائما شرط للتطبيع مع إسرائيل وطبعا رفض المقاومة أو مقاومة المقاومة من أجل أن يكون هناك ممر وعبور إلى تسهيلات لهذه الدول أو لعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هنا أنا أستذكر حادثة تسليم كارلوس إلى فرنسا قبل أكثر من عشر أو خمسة عشر عام من قبل السودان وأيضا الشروط التي توضع لدول إفريقية وعربية كما حصل مع السعودية على سبيل المثال أو مع السودان في الفترة الأخيرة ولقاء الرئيس السوداني مع نتنياهو هذه الشروط الأمريكية المتفجحة التي تحاول أن تفرض على الدول بقوة السلاح وبقوة المال وبقوة التأثير خاصة في الموضوع الاقتصادي من أجل فرد علاقات مع دولة الاحتلال وأصبح التغلغ للصهيوني واضحا وكبيرا خاصة في العمق الأفريقي بعد غياب الحضور العربي والحضور القوم العربي والتفتت العربي بالأساس أكثر من غياب الغياب العربي أدى إلى دخول المؤسسة الصهيونية إلى العمق الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة المتقاتلة في الحروب الأهلية الأفريقية وأيضا في مساعدات لها علاقة في الموضوع الاقتصادي والزراعي والحياتي هذا الأمر أدى إلى أن تتوسع العلاقات الصهيونية الأمريكية وهذا ما تفاخر به نتنياهو في حملاته الانتخابية الأخيرة بأنه استطاع أن يلتقي مع عشرات الرؤساء الدول الأفريقية والعربية منها ما صرح عنه ومنها ما أبقاه سرا وقال بأن هناك علاقات سرية قد نفسح عنها في المستقبل مع بعض الدول العربية ولقاءات مع بعض الزعماء العرب التطبيع في السنوات الأخيرة وخاصة في العامين الأخيرين بات أكثر مكشوفا هناك طائرات من دول الخليج اقتصادية وسواح وغيره تأتي إلى مطار تل أبيب وتزور دولة الاحتلال تنسيق أمني وتجهيزات عسكرية وأمنية واستخبارية إلى دول الخليج هذا الأمر بات يشكل خطرا على المقاومة وباعتقادي أن الهدف من هذا التعاون مع الخليج هو في محاولة واضحة ومعلنة أيضا إلى شيطنة بين مزدوجين الحضور الإيراني في المنطقة ودعم إيران إلى قوى المقاومة في المنطقة العربية من اليمن إلى فلسطين هذا الدعم الذي أدى ويؤدي في مسعى كبير للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى ضرب هذا الحضور الإيراني الواضح والقوي في المنطقة العربية الحضور المقاوم الإيراني الواضح في المنطقة العربية وليس اغتيال الشهيد قاسم سليماني إلا دليل على محاولة الحد من الحضور الإيراني المقاوم في القضية الفلسطينية تحديدا نعم سيدك نعنى ابقى معنا لو سمحت وأيضا أطلب ذلك من ضيوف الأعزاء على أن ننتقل مباشرة إلى الميادين أونلاين ولسجا مرتضى لتحدثنا أكثر عن الحملة في يومها الأخير ماذا سيتصفح المشاهد عرض مواد تم نشرها نتابع نعم مايا اليوم هو اليوم الأخير من تغطية نعم هو اليوم الأخير من تغطية زمن القدس التي انتدت من تاريخ 15 أيار إلى اليوم يوم القدس العالمي الميدنة واكبت بالكثير من المواضيع والفيديوهات والإفوغرافات هذه المناسبة التي تحيي القضية الفلسطينية وترفض التطبيع مع إسرائيل اليوم لدينا الكثير من المواد على موقعنا الإلكتروني أولها مقال لرئيس مجلس إدارة الميادين الأستاذ غسام الجدو بعنوان أم هارون تشتم أم مهدية لسخرية الزمن يتناول فيه كيف وصفت بعض القنوات الخليجية الشهيد أبو مهد المهندس بأنه إرهابي يقول الأستاذ غسام في مقاله أم هارون الفعلية هي لب الموضوع تتلقى من صانعها الإذلال تلو الإذلال تغامر بكل شيء وتقامر على أي شيء صحيح أنها تراكم الفشل تلو الفشل في ساحتنا العربية والإقليمية لكن إخفاقاتها تجعلها أكثر نجسية وتهورا ومكابرة وحقدا باختصار إما أمة المقامرة وإما أمة المقاومة وفي مقال آخر بعنوان من النكبة إلى القدس فلسطين ومسؤوليات التحرير لأحمد الدرازي يتناول فيه الدول العربية التي وقفت خلف القضية الفلسطينية وتحدث إسرائيل يقول فيه الكاتب دمشق ومعها بيروت وبغداد وطهران أخذت على عاتقها مسؤولية متابعة الصراع مع إسرائيل ومن يقف خلفها حتى إنجاز عملية التحرير الكاملة وبناء نظام إقليمي مبني على التعاون بين شعوبه وخالب مما شريع الهيمنة وفي مقال آخر للزميل محمد مهدي أنفاق غزة وأنفاق المقاطعة إسرائيل تخاف المعارضة يتناول فيه حملات المقاطعة ضد إسرائيل وكيف حاربتها إسرائيل وحاولت منعها لسنوات طويلة وأيضا هناك سلسلة من الإنفوغراف التي نشرناها على موقع الميادين أولها لشهيد القدس عز الدين القسام تناول أبرز محطات حياته خاصة أنه كان له الأثر الأكبر في اندلاع الثورة الفلسطينية عام 1936 إنفوغراف لماذا يجب رفض صفقة القرن خاصة لأنها تلقي حق العودة وتثبت الاستيطان وتحرم اللاجئ من رؤية أرضه وطبعا تشرع التطبيع مع الاحتلال وهو الآن الأزمة الكبيرة التي نوجهها في العالم العربي وأخيرا إنفوغراف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى التي انتدت من العام 1967 وحتى العام 2019 نعم شكرا لك ساجة أعود إلى ضيفي من تونس السيد زهير حمدي سيد زهير منذ مطلع هذا العام وحتى إذا أردنا التحديد منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في واشنطن وبدأت الهدايا الترامبية تتدفق على إسرائيل كان ذلك فيما يخص الجولان فيما يخص القدس واليوم الحديث عن الضفة نتحدث معكم عن خطورة هذا الموضوع خصوصا وأن هناك صمت عربي إذا صح التعبير حيال هذا الموضوع يعني لو تلاحظي أختي أن تاريخيا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني دائما ما يلجأ إلى تهيئة مصرح لحدث ما ولمرحلة ما من تاريخ الصراع العربي الصهيوني نحن نلاحظ أن كام ديفيد هي التي مهدت إلى غزو لبنان وإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان ثم كذلك سقاط العراق وكان هدف إسرائيل تاريخي قل دامير تقول أن ما يرعبهم هو ليس القمبل النووي إنما وجود ثلاثة جوش عربية الجيش العراقي والجيش السوري والجيش المصري صحيح بطبيعة حال تم تحييد الجيش المصري من الصراع منذ تسعة سبعين المرحلة الثانية كانت سنة تسعين واحد وتسعين دمر الجيش العراقي وفقك سنة تلفين وثلاثة هذه مرحلة أيضا أدت فيما أدت إلى مؤتمر أوسلو وادت إلى خيار أوسلو وادت إلى مؤتمر مدريد ثم إلى اتفاقات أوسلو ثم العشرية الدموية الأخيرة ما يسمى بالربيع العربي وهو الذي أدى إلى إسقاط جيوش أخرى ويعني إنهاء دول أخرى مثل سوريا وإنهاء دول لطالما قدمت يد المساعدة للمقاومة بشكل عام مهما كانت الاختلافات مع هذه الأنظمة إضعاف سوريا إسقاط الدولة الليبية واليوم أفتح قوسين أن الدولة الليبية وأرض ليبيا تحولت إلى حينما كانت تمد الثوار بالسلاح تحولت إلى بؤرة للمجميع الإرهابية التي طردت من سوريا بعد فشل هذا المشروع إذن كانت دائما وأبدا هذه العوامل الدولية والإقليمية هي التي تمهد إلى هذه السياقات وهذه الصفقات وهذا الربيع العربي أدى في نهاية المطاف إلى ماذا أدى إلى عديد المشاريع والتسويات والصفقات على غرار كام ديفيد وعلى غرار أوسلو أدى إلى ظهور ما يعرف بصفقة القرن وأدى إلى سلسلة القرارات التي يتخذها ترامب والتي من بينها فيما يتعلق بالجولان ويتعلق بالضفة الغربية فيما يتعلق بالقدس ولكن أعتقد أن هذه القرارات وهذه السياسات الأمريكية ليست بجديدة لأن هذا تقريبا منذ سنة 82 موجود قرارات تقضي بضم الجولان وموجودة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد خافية الفرق بين ترامب وبين بقية الإدارات الأخرى أن ما يقوم به يعني تقوم به الإدارات الأخرى والرؤساء الآخرين يعني بشكل أكثر مرونة ربما يقوم به ترامب بشكل سافر وبشكل علني وهو ما جعل الأنظمة الخليجية التي لطالما كانت 53 عام ظالعة في التعامل مع العدو الصهيوني وفي تسهيل الاحتلال وفي عقد الصفقات معه اليوم باتت مكشوفة وفي وضح النهار وظهرت أنها جزء لا يتجزى من كل هذه المخاططات إذن ما يقوم به ترامب أعتقد ليس بجديد وما تقوم به الكين الصهيوني ليس بجديد أيضا وما تقوم به الأنظمة الخليجية فقد تعجل بفضحها أمام الجماهير وأمام الشعوبية وأمام الشعوب العربية فقد أنا أريد أن أتوجه هنا بشيء مهم هذا العامل الموضوعي لا يعنينا كثيرا بل يعنينا فيما يعنينا أننا نتعطى معه كما هو لأننا لسنا محددين فيه العوامل الموضوعية والخارجية ولكن ما يعنينا بدرجة أولى في هذا الصراع هو العامل الذاتي أنا أتوجه من هذا المنبر بندائي فككل مرة إلى أخوتنا الفلسطينيين بأن يسعوا إلى الوحدة الدنيا لجميع فصائلهم لأن العدو يتعامل معهم كعدو واحد وليس هناك فرق لا بين الجهاد وبين حماس وبين فتح ولا الشعبية ولا الديمقراطية وحدة الفصائل الفلسطينية هي مثلا مقدسة في هذه المرحلة لأننا نحن يا أختي نتعامل مع عدو موحد في كامل جبهاتي العدو الصهيوني والرجعية والاستعمار يعملون جنب إلى جنب أعداء هذا المشروع يعملون جنب إلى جنب وفي الأسف الشديد الذين يقاومون هذا المشروع يعملون مشتتين وليس فقط هذا موجه إلى الفصائل الفلسطينية هو موجه في حقيقة الأمر هذا النداء أيضا إلى كل مقاوم عربي إلى كل فصيل مقاوم عربي بأن يؤجل وأن يلغي كل التناقضات الثانوية بين فصائل هذه المقاومة لأن الصهيونية لا تميز بين الإسلامي وبين القومي وبين الماركسي وبين الناصر وبين البعثي من رفع السلاح ومن يرفع شعار المقاومة بالنسبة لهم هو هدف رئيسي لذلك علينا أن نزيل كل هذه الخلافات وأن نتوحد جميعا خلف مشروع المقاومة لأن الكيان الصهيوني ولن الأمريكان والأمريكيين لا تفرق بين هذا الفصائل طالما ترفع السلاح وترفع شعار المقاومة في وجه العدو وحدة الفصائل المقاومة بغض النظر على انتماءاتها وخلفيات الفكرية مسألة مقدسة ومسألة ذات أولوية في هذه المرحلة لا صوت يعلو فوق صوت وحدة المقاومة في الوطن العربي وفي فلسطين وفي لبنان سيد حمزة أعود إليكم والحديث أيضا عن موضوع ضم الضفة الذي تبجح به ترامب عفوا بل ترامب ونتنياهو وبومبيو أصلا كلهم شخص واحد إذا صح التعبير ولهم نظرة واحدة تجاه فلسطين والأطماع الإسرائيلية يعني اليوم يوم القدس العالمية حل هذا اليوم عقب إعلان الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ربما هي لحظة انتظرها الكثيرون ولكن هناك أيضا من يقول بأن هذه الخطوة ربما لن تكون كافية علما بأنه تم بالفعل سحب عدد من الفلسطينيين والجنود الفلسطينيين والأمنيين الفلسطينيين من المنطقة باء في الأراضي المحتلة دعنا هنا فقط للتوضيح للضيفة الكريمة من بيروت وضيفنا ضيفك الكريم أيضا من تونس أخونا من تونس في قضية ما تعلق في الوحدة الفلسطينية تحدث كلاهما عن هذا الأمر الوحدة الفلسطينية في مشروع المقامة هي موحدة تصائل المقامة الفلسطينية والتي تعمل في إطار الغرفة العمليات المشتركة هي موحدة لدينا إشكالية في سلوك الرئيس محمود عباس وهذه الإشكالية لا تنسجم مع سلوك المقامة وهذه حقيقة لا يمكن إبعاد الواقع العربي عن الحالة الفلسطينية جزء من الحالة الفلسطينية حتى الرئيس عباس في هذه القرارات الذي اتخذها هو لم يتأخذ الخطوة التالية طب هل سيطلق هذه المقامة حتى بما فيها المقامة الشعبية نحن لاحظنا هذه إشكالية حقيقية في المشهد الفلسطينية لا ترتبط بقوة المقامة حماس والجهاد والشعبية وألويات الناصر والجبهة الديمقراطية وغيرها والكتائب العسكرية لحركة فتح كلها مجتمع في الغرفة العمليات المشتركة وتتسلح وتتدرب ولكن لدينا إشكالية حقيقية في المشهد وهي منذ أوسلو من سلك الطريق تجاه أوسلو وهي البيئة نعم نحمل البيئة جزء من المسؤولية ولكن كان هناك خطأ استراتيجي وقع فيه الفلسطينيين نتيجة الانسياع والتراجع عن أداء سلوك المقاومة والدخول في بعض الإشكاليات الداخلية التي استنزفت الحالة الفلسطينية وجعلتها تذهب باتجاه أوسلو والذي ورط الشعب الفلسطيني بهذا الواقع هذا في هذا الأمر لكن هناك وحدة للمقاومة نعم تحتاج إلى تغيير في موقف حركة فتح بنحو عادة برنامج الكفاح المسلح وبرنامج المقاومة بكافة أشكاله إلى الصدارة أما فيما تعلق بالخطوات ومشاريع الضم إسرائيل فعليا هي تسيطر على هذه المناطق ولكن تبحث عن شرعيات كما قلنا إسرائيل تريد أن تثبت هذا الواقع حتى فيما بعد إذا أتى أحد ليفاوض يصبح هذه الملفات خارج إطار المفاوضات وهذا ما تمارسه في كل مرة هي تتمدد نتيجة منع يد المقاومة ونتيجة قناعة للأسف لدى الرئيس محمود عباس أنه بالمفاوضات ممكن أن يقدم شيء في ظل مكنة القوى التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين ولم يستفد من تجربة حزب الله في لبنان عام 2000 الذي أرغم العدو الصهيوني على الاندحار وتجربة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي أرغمت العدو على الانحضار من قطاع غزة فصائل المقاومة وما تحدث به أيضا الزملاء حول المنظومة العربية حتى بالرغم من أن المنظومة العربية الرسمية كانت لديها إشكالية مع إسرائيل لكن ما تحققه اليوم فصائل المقاومة كفصائل أحسر تهديدا من الأنظمة الرسمية بالنسبة للعدو الإسرائيلي ما يتعلق في الضفة الغربية وإجراءات الضم إسرائيل كما قلنا تمارس هذه الخطوات هل نحن في المرحلة القادمة المطلوب نعم تفعيل المقاومة كافة أشكالها إسرائيل لا تريد أن بالنسبة لها كانت ساحة الضفة الغربية خارج جبهات الساحات تصنفها قابلة للإشتعال ولكن نتيجة التنسيق الأمني التي كان يجري في الضفة الغربية كان هناك نوع من الراحة عندما يعلن الرئيس محمود عباس للأسف نفسه أن 99% مع رئيس الشباك وبقي 1% هذه كانت إشكالية في السلوك الفلسطيني للأسف وهذا يجب أن نقر ونعترف بها اليوم نحن أمام مرحلة جديدة على صعيد الشخصي أتمنى أن نكون أمام مرحلة جديدة حقيقية ولكن حتى عندما تحدث الرئيس محمود عباس في هذا المضمار لم يكن يتحدث بصورة توحي لنا أننا مقبلين على مرحلة فعلا جديدة إن لم يكن هناك خيارات حقيقية في الميدان كيف سنمنع إسرائيل من الضم منع إسرائيل من الضم تحريك القوة على الأرض ما لم تنتلق قوة لا يستطيع أحد يتحدث معك ولو حتى أن توفقنا داخليا على مشروع المقاومة الشعبية نعم ربما لسيد كناعنا تعليق على ما تفضلتم به وخصوصا فيما يتعلق بموضوع إسرائيل تنتظر شرعية وهنا سؤالي لكم سيد كناعنا واسمح لي بأن أذكر بما كتبه المحلل السياسي في معاريف بن كسبت منذ أشهر عندما قال بإمكان نتنياهو فرض السيادة على غور الأردن صباح اليوم وأمس أيضا وهو ليس بحاجة لأغلبية في الكنيسة وليس بحاجة إلى مشروع قانون ولا غير ذلك نعم وأنا أضيف أيضا وأذكر بمقاله شمعون بيريز في العام 1999 عندما أعلنت السلطة الفلسطينية والراحل ياسر عرفات بأنهم سيعلنون عن دولة فلسطينية حين انتهت الخمس سنوات المهلة المحددة لاتفاق أسلو كما قيل في هذا الاتفاق المشؤوم فقال شمعون بيريز تستطيع السلطة ويستطيع ياسر عرفات أن يعلن عن دولة فلسطين العظمى والكبرى أيضا المهم أن يحدد السياسة على الأرض فعلا إسرائيلية تسيطر على غور الأردن تسيطر على غور الأردن وعلى معظم مناطق الضفة الغربية يعني تحدث التقرير وتحدثتم عن يعني انسحاب بعض العناصر من قوى الأمن الفلسطينية من بعض المناطق في المنطقة يعني ماذا يؤثر هذا يثبت بأن هذه العناصر كانت أصلا موجودة من أجل التنسيق الأمني من أجل ردع شعبنا في مقاومته الشعبية ومقاومته الباسلة ضد المستوطنين وضد الاستيطان إسرائيل ليست بحاجة لشرعية من أحد من أجل أن تضم هذه المناطق فالسيطرة الفعلية على هذه المناطق وعلى معظم مناطق الضفة الغربية هي للقوى العسكرية للقوى العسكرية الإسرائيلية فالإعلان الذي تحدث عنه قبل يومين محمود عباس رئيس سلطة أسلو بأنه في حل وأن منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني هو إعلان مضحك مبكي للأسف الشديد فهذه السلطة لا تملك القرار لا تملك قرارها بأن تحل نفسها حتى هي لا تملك القرار بأن تكون في حل من هذه الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال أبو مازن محمود عباس لا يملك القرار بأن يسافر من مدينة رمالة إلى مدينة نابلس من دون موافقة الاحتلال هذه الاتفاقيات أوصلت الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية إلى هذا الطريق المأزوم الآن من أن تقوم قوى فلسطينية بمواجهة القوى الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية تحديدا أنا أتحدث في مواجهتها للاحتلال ولمستوطنين هذا الاجتماع الذي دعا إليه أبو مازن تحت اسم اجتماع القيادة الفلسطينية اجتماع قياد كبير للقيادة الفلسطينية أين القيادة الفلسطينية التي حضرت هذا الاجتماع أين دور الفصائل الفلسطينية في هذا الاجتماع وفي قرارات هذا الاجتماع هو لم يسمح لمعظم مندبي الفصائل أن يتحدثوا وأيضا منع مندوب الجبهة الشعبية السيد عمر الشحادي من أن يكمل حديثه وتم التنمر عليه والاعتداء عليه من قبل المرافقين الرئيس أن هناك نوع من عجز عذرا على المقاطعة سيد كنعنا ماذا عن الموقف الأردن؟ نعم هو ليس عجز فقط نحن نعلم بأن ضم الضفة وأجزاء من غور الأردن هذا يمس بالمملكة مباشرة المملكة الأردنية مباشرة ماذا عن موقف الأردن؟ الملك قالها صراحة بأن العلاقة مع إسرائيل تمر بأسوأ حالاتها الآن ما مصير هذه العلاقة في حال تم الضم فعليا؟ كيف ستكون ردة فعل الأردن على المستوى الشعبي؟ وما مصير أيضا لاتفاقية السلام بين تل أبيب وعمل؟ الموقف الأردني هو يرتقي إلى مستوى الحدث أكثر من الموقف الرسمي الفلسطيني وبطبيعة الحال الأردن سيكون متضرر أكثر من هذا الموضوع الأردن كدولة وإن لي موقف ورأي في موضوع السيادة فالدول ليست السيادة فقط في وجود هيئة ورئاسة وبرلمان ولكن في هذا الصدد تحديدا لا أريد أن أدخل في التحليل موضوع الدول وسيادتها ولكن الأردن هو الآن في حالة غليان فعلي أكثر من الضفة نفسها بصريح العبارة الحالة الشعبية في الأردن تعارض هذا الضم أكثر مما يحصل في الضفة الغربية على المستوى الرسمي الفلسطيني وأنا أعتقد بأنه قد يكون هناك هبات شعبية على مستوى الأردن وأيضا على مستوى الضفة الغربية وعلى المستوى الفلسطيني أيضا وهذا الحراك الشعبي الرافض والمقاوم لمشروع الضم سيؤثر على هذا المشروع سيؤثر على العلاقات الأردنية الصهيونية سيؤثر وباعتقادي سيؤثر على استقرار الحكم في الأردن وهذا قد يدفع بالقوى التي قد تتدخل القوى الكبرى التي قد تتدخل للمحاولة من إما تجميل هذا الضم ولا أعتقد بأنه سيتم إلغائه على الأقل في المرحلة القريبة سيدة فيرة أعود إليك أكثر من ضيف تحدث ربما عن أن ما يحدث اليوم من أطماع إسرائيلية ظاهرة ومن خطوات على أرض الواقع خطوات ضم للأسف وسلب للأراضي الفلسطينية سبقها مقابلات إذا صح التعبير وخطوات أخرى من بينها ما يسمى بالتطبيع الناعم ولعله أخطر خطوات التطبيع وهو يحصل في لبنان وحتى في أكثر من بلد عربي كيف يمكن مواجهة هذا النوع من التطبيع الذي يهدف إلى خلق جيل ربما بلا انتماء إذا صح التعبير تماما هذا سؤال جوهري كنت سبق وأشرت له في بداية كلامي أننا نعاني اليوم نحن من أزمة ثقافية من أزمة فكرية لأنه في الميدان صحيح أننا أنجزنا انتصارات مدوية ولكن في المقابل لم نكن محصنين بالشكل اللازم أمام هذا الغزو الفكري الذي تحترفه الصهيونية بشكل واضح وصريح مستخدمة كل الإعلام الواقعي والإعلام الافتراضي واليوم هناك خطورة من حرب افتراضية فعلية يقوم بها العدو الإسرائيلي من خلال هذا الغزو فإذا يجب أن نكون محصنين ولنأخذ على سبيل المثال للحصر كل الحركات التي قامت بضرورة التطبيع بضرورة ربما جعل الأمور بسيطة من خلال الرياضة من خلال السينما من خلال توقيع الكتب وإلى ما هناك فإذا نحن يجب أن نكون محصنين ومهيئين كما تقوم ولو ضمن إمكانياتها محطة الميدين على سبيل المثال للحصر من خلال هذا المسلسل الرائع حارس الذاكرة الذي يؤرخ لتاريخ قامة وطنية كبرى وهي سيادة المطران إلى ريون كابوجي هذه التجربة يجب أن تعمم بشكل أو بآخر وتنسحب على كل دول المنطقة هنا دعيني أذكر بما سبق وأشارتي إليه أكثر من مرة حول موضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنا أود أن أقول بأن ترامب هو أكثر الرؤساء الأمريكيين صدقا بالمعنى السلبي لأنه ظهر الباطن الذي كان يعمل عليه طوال عقود من الزمن إن كان من خلال الإدارة الأمريكية أو من خلال بعض الأنظمة العربية يعني إذا عدنا بالذاكرة سريعا إلى الوراء هناك بعض الدول العربية أو بعض الأنظمة اللي نكون واضحين ونحمل النظام وليس الدولة بما تعنيه من شعب ومؤسسات هناك البعض سارعة حتى بكتب التاريخ وكتب الجغرافيا إلى محوي فلسطين كدولة واستبدالها بالكيان الصيوني وبكل بساطة بكلمة إسرائيل يعني هناك بعض الأنظمة التي اتخذت هذا القرار بشكل واضح وصريح لكي ينشأ أو لكي تنشأ أجيال حديثة على جعل الأمر أنه واقعي وأنه طبيعي وهناك دولة بين مزدوجين تسمى إسرائيل ولهذا سارع ترامب إلى إعلان صفقة القرن وكأنه بذلك يسارع إلى جعل هذا التطبيع الذي كان ناعما على مدى سنوات إلى تحويله إلى أمر واقع والقول عن الجلان والغور في الأردن ومناطق أخرى على جديتها ربما هذا لحرف النظر عن جوهر الموضوع وهو المسارعة لإلقاء القبض على قدسنا وجعلها عاصمة لا سمح الله للدولة اليهودية للدولة العنصرية التي أقرها جورج دابليو بوش في مؤتمر أنابوليس وأعلنها دولة لليهود إذن اليوم لنعود إلى صلب ما نحاول معالجته في هذه الحلقة وفي كل هذا الأسبوع الذي هو أسبوعا للقدس وعسى أيامنا كلها أياما للقدس لكي تعود لنا حياتنا إذن لنعود إلى صلب الموضوع اليوم هناك فعلا خارط الطريق لجعل القدس هي العاصمة للكيان الصهيوني وكل ما يدور حولها هو لحرف النظر عن هذا الفلك العزيز عن هذا الجوهر الصحيح إذن ترامب ما قام به هو خطوة واقعية ظهر باطن الإدارة الأمريكية للخارج وظهر التطبيع الذي كان يسير بطيئا بطيئا وناعما ناعمة إلى الخارج ولكن بالمقابل على سلبية هذا القرار لننظر إلى الإيجابية ما كانت هذه السرعة وربما هذا التسرع ليكون لولا الإنجازات الميدانية التي حققتها المقاومة بشكل عام ومقاومتنا اللبنانية بشكل خاص نحن على بعد ثلاثة أيام تحديدا من عيد المقاومة والتحرير لنكن واضحين 25 أيار 2000 هو منصة فعلية لمرحلة انتقالية ربما هذا الذي سرع بما يسمى بالربيع العربي مسبوقا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان بال2006 وما استتبع ذلك من إعلان صفقة القرن وكل الإغراءات التي تقدمها الإدارة الأمريكية لبعض الدول العربية ولكن لو كنا نقرأ فعلا بكتبنا بتاريخنا بجغرافيتنا لعدنا إلى كامب ديفيد وما سبقها وما تلاها إلى الواقع السوداني وإلى كل الوقائع الأخرى لكي نتأكد أنه ليس من اتفاق مع المرسوم لنا إلا وكانت له تدعياته الكبيرة اقتصاديا جغرافيا إنسانيا معيشيا وجدانيا ذاكرة وكل الأمور الأخرى لنتطلع ولو لمرة واحدة بمعزل عن مصالحنا بواقع ليس من الناحية الغنائية بل من الناحية الواقعية لنتأكد أن كل المرسوم ينعكس سلبا ولا خيار لنا إلا المقاومة المقاومة التي أثبتت نجاعتها والتي كانت مشكلا من كافة الأطياف سنة الألفين وانتهت بالنصر الواضح والصريح بسنة الألفين وستة واليوم نحن مستمرون بهذه الثقافة ومستمرون بهذا النهج ولولا ربما لكانت صفقة القرن تمت منذ زمان واليوم لن نجعلها تتم ما استطعنا أن نحققه في الزمن الصعب لن يصعب علينا أن نحققه في المراحل عساها تكون المراحل الأخيرة واليوم هناك من يتحدث عن تغيير في النظام العالمي عن تغيير في النظام الاقتصادي والاقتصاد هو الذي يظل السياسة فإذا علينا أن نكون واعين أكثر لهذه المرحلة في مواجهة عدو كان طاغيا لا يزال طاغيا بفكره ولكن عمليا على الأرض المقدرات إلى تراجع سلسلة الهزائم والخسائر الذي مني بها جعله يعني يراجع كل حساباته وربما هذا الكلام عن صفقة القرن اليوم وعن احتلال الجلان وعن احتلال بعض أراضي الأردن وعن صفقات يهيأ لها مع بعض الدول العربية هو ربما لجذبنا للمبادرة باتجاه حرب ما ولكن نحن دائما في موقع الدفاع ولا مرة كنا في موقع الهجوم الاستباقي إلا من الناحية الفكرية إذن علينا أن نحصن أنفسنا فكريا ونذهب إلى هجوم استباقي لأن ما يحضر لنا لكي نقع في فخ الحرب لن يجعلنا إلا أن نكون أكثر وعيا إذن اليوم نحن أمام مرحلة صعبة مرحلة عربية يجب أن تكون مدعومة من دول صديقة من دول تؤمن بالمقاومة ولكن إذا لم نستعد هويتنا للحديث معك سيدة بيرا تتمم وأيضا مع ضيوف الكرام من الجليل وغزة وتونس مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود وابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في اليوم العالمي للقدس يبدو الموقف الرسمي الجزائري يتماهى مع الموقف الشعبي المناصر بوضوح في دعم الشعب الفلسطيني موقف دفع ببعض الأحزاب الجزائرية للمطالبة بانخرة أقوى وبفعالية في محور المقاومة في وجه محور التطبيع والخيانة على قاعدة سياسية هي أقرب إلى العقيدة وعلى مدار عقود ظل شعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة يشكل محور الخطاب الرسمي الجزائري وأخذ هذا الخطاب يتماهى بشكل كبير مع المواقف الحزبية والمزاج الشعبي في الجزائر مع وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم الأمر الذي قبل بدعم من كل مكونات الشعب الجزائري كما ثمنته كل فصائل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الجزائر أعلنت في الوضوح على رسالة الرئيس تبون أنها لن تخضع الإبتزازات العربية والإبتزازات الدولية لتغير موقفها من القضية الفلسطينية فموقفها ثابت وصارم ولن تخضع لإبتزاز قوة الموقف الرسمي الجزائري من القضية الفلسطينية وصرمته كان لها الأثر المباشر على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي رفعت السقف عاليا لجهات مطالبة مؤسسات الدولة الجزائرية بالانخراط بوضوح في محور المقاومة الذي يخوض معركة وجودية مع الكيان الصهيوني وأتباعه في المنطقة هناك دول تشكل محور مقاومة الجزائر جزء منها والجزائر تتعامل معها باستمرار لحماية هذا المحور وهناك محور دول التطبيع الذي بدأ منذ سنوات في مصر واليوم أصبح التطبيع تقوده دول خليجية صراحة خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والأمة العربية دفعت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية الفاعلة في الجزائر إلى التحرك لمساندة الموقف الرسمي الجزائري وتبيان حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد قضية العرب والمسلمين الأولى رسميا وحزبيا وأهليا تقع القضية الفلسطينية في الجزائر خارج الحسابات والخلافات في أوساط الشعب الجزائري لا يناقش موضوع التطبيع من عدمه فهذه المحرمات هي السؤال الوحيد المطروح في وجدان ملايين الجزائريين ما هي أقرب طريق إلى القدس؟ سيد زهير حمدي أعود معك أنت معنا من تونس الحديث أكثر عن مزاج الشارع كان ذلك في الجزائر وحتى في تونس هناك من راهن على هذا الدعم الشعبي في الجزائر وحتى في تونس وغيرها من الدول العربية وخصوصا في شمال أفريقيا على أنها ستتراجع ربما عن دعمها للقضية الفلسطينية خصوصا بعد ما سمي بالربيع العربي وبعد الثورة في تونس وبعد وصول الرئيس تابون في الجزائر إلى سدة الرئاسة يعني هو بعد هذه الحقبة العشرية الأخيرة خاصة بعد ما عرف بالربيع العربي وبعد ما حصل في ليبيا وفي تونس أساسا هم أكثر بلدين تضرر من هذه المرحلة الاغتلال السياسية وحالة الفوضى التي عشناها في تونس وحالة العنف والدماء وكذلك حالة الانفلات وغياب الدولة في ليبيا بعد سقوط النظام في ليبيا والذي أدى إلى تفشي الإرهاب في المنطقة وفي علاقة خاصة به المجاميع الإرهابية في سوريا هناك حركة ذهابا وإيابا بين الإرهابيين في سوريا وفي ليبيا كل ما هزم المشروع هناك إلا وتنقل إلى ليبيا وهذا أطفر بطبيعة الحالة على تونس الجزائر بدورها عاشت عشرية صعبة قبل الربيع العربي ولكن مع ذلك فإن القضية الفلسطينية هي متجذرة ومترسخة في وجدان شعوب المغرب العربي لأن هذه تقريبا منذ الثلاثينات لو نراجع التاريخ وهناك كتابات وهناك عديد من المؤلفات التي كتبت والندوات التي عقدت حول مشاركة المغاربة والتونسيين أساسا في كل أطوار المقاومة منذ 48 في سنة 48 مثلا حينما ذهبت قوافل من المجاهدين عبر التراب الليبي والمصري إلى فلسطين لما عادوا هم الذين أسسوا المقاومة المسلحة في تونس وهم الذين طردوا المستعمر قيادات تاريخية مثل لازر الشرائتي وغيرهم هؤلاء كانوا مجاهدين في فلسطين ولما عادوا أسهموا في حركة الكفاح الوطني ضد المستعمر الفرنسي قدمت تونس والدول المغرب العربي قوافل عديدة من الشهداء من المقاومين ولو تسألي ليس هناك فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية إلا وفيه مئات من المجاهدين ومئات من الشهداء والجرحة وهناك من ما زال مدفونا في الأراضي المحتلة وهناك من ما زال مدفونا في لبنان هذه كلها تقريبا على امتداد هذا التاريخ إيمانا منه بأن قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية هذه عقيدة ناصخة لدينا سواء من ناحية دينية أو من ناحية عقائدية قومية من ناحية دينية أننا نؤمن أن هذا يعتبر يعني زرع هذا الكيان في فلسطين هو ابتلاوة محنة لهذه الأمة وأن من البشرات في القرآن الكريم بأن هذا الكيان مهما طال الصراع معه فإنه إلى زوان ونحن لدينا هذه القناعة ثم كذلك أن البادء بفلسطين ثنى بسوريا وثنى بمصر وثنى بلبنان وسوف يثنى بدول أخرى وتونس كانت ضمن أهلاف الكيان الصهيوني في سنة 85 حينما تم الاعتداء على حمام الشط مقر مقاومة منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك في عديد المناهم من الموقع الأخرى واغتيال الشهيد محمد زواري في سنة قبل الماضية كأحد المجاهدين الذين كانوا من ضمن الفصائل الفلسطينية المقاتلة سيد حمزة أنتقل إليك بالنسبة لنا أن هذه المقاومة هذه القناعة في مواجهة العدو الصهيوني وانخراط التونسيين في هذا المسار ورفضهم لكل أشكال التطبيع مع الكهن الصهيوني هي أساسا تنتلق من هذه القناعة بأن قضية فلسطين هي قضية قومية نعم سيد زهير أكذر على المقاطعة ولكن لذيق الوقت أحاول الاستماع لكل الضيوف الموجودين معنا في هذه التغطية أنتقل إليك سيد حمزة أنت معنا من غزة سيد حمزة المرشد خامنائي قال اليوم أن الحديث مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا من خلال القوة وأن حماس والجهاد وحزب الله أتموا الحج علينا بذلك كيف يمكن سيد حمزة أن نفهم وأن نقرأ هذا الكلام بتقديري تعمق في هذه المفردة فيها مجموعة من الرسائل المجموعة الرسالة الأولى بصورة أساسية أن هذا الفعل المقام اليوم والذي تطور وهنا دعيني أتحدث بشكل واضح ونحن نتحدث في أول يوم القدس في أول ذكرى يوم القدس العالمي في ظل غياب الشهيد قاسم سليماني والذي تولى قيادة فيلق القدس في عام 98 بشهادة جميع فصائل المقاومة حزب الله وحركة حماس وكتاب القسام وغيرها من فصائل المقاومة أن تولي الشهيد قاسم سليماني أحدث فرقا كبيرا في إطار تعم وتولي قيادة العمل المقاوم مما نتج عنه تطوير في قدرات المقاومة أصبحت اليوم قادرة على رجع العدو الصهيوني هذه الرسالة الأولى أي أن المقاومة تحتاج إلى مزيد من الدعم الرسالة الثانية في هذا المفهوم هي تقول لكل من يعتقد بأن إسرائيل التي هزمت النظام العربي الرسمي خلال عدوان عام 67 خلال ست ساعات وسيطرت على الأراضي خلال ست أيام اليوم هي غير قادرة على التوسع هي لا تستطيع أن تعتدي على لبنان نتيجة وجود قوة مقاومة فالمطلوب الجميع أن يتوحد في أمام هذا الفعل وأن تجتهد كافة الجبهات لدينا جبهة للأسف شبه مغيب وهي الجبهة الأردنية وفيها الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين هذه خارج السراع ومواقف النظام الأردني بالرغم من أنه يظهر مواقف مشددة إلا أنه يرسل رسالة تطميل للعدو الصهيوني تحييج جبهة أطول جبهة من جبهات السراع هي رسالة لهذه الجبهات الساكنة أن إسرائيل ممكن حصارها وممكن الذهاب نحل الرسالة الثالثة والأهم أن المقاومة مهما قدم لها تحتاج من المزيد مهما قدم كل ما يقدم للمقاومة يحتاج للمزيد المواقف العربية في الدول العربية تحتاج إلى تشكيل جبهة الظلم دعم لدينا مواقف عربية حالة من الشعوب العربية الداعمة ولكن تحتاج لوضوح في الموقف كما كان موقف اليوم مرشد الثورة واضحا يحتاج إلى وضوح لا يمكن لشكل جبهة مقاومة حقيقية إلا أن نكون واضحين في دعم المقاومة لا يعقل لدينا دول عربية تقف ضد التطبيع وتحدثتم عنها لدول المغرب العربي الجزائر وتونس ولكن هذه المواقف نعم يا مواقف صلبة ولكن الرسالة من رسالة المرشد اليوم تقول لهم نحتاج إلى مزيد دولة كبيرة بحضور قوي لا تستطيع أن تكون لدي قيادة حركة حماس تزور الجزائر ولا تفتح مكتب للمقاومة للجهاد الإسلامي ولا لحركة حماس إنما تتعامل في إطار أسماء جمعيات هذا يحتاج إلى تشكيل ضغط من الجماهير العربية لأن هناك مواقف مساندة من الحكومة ولكن تحتاج إلى مزيد من الضغط حتى نعلن أن المقاومة واضحة كجبهة موحدة واضحة في كافة الجماعات ثالث اعتقاد الرسائل المهمة التي كانت في إطارها يريد أن يصلها مرشد الثورة اليوم في خطابه نعم أنتقل منك مجددا إلى السيد كناعنا سيد كناعنا وكبتم عبر السنوات الماضية مراحل عديدة شهدها الداخل في إسرائيل اليوم هناك مرحلة إذا صح التعبير لم تشهدها في السابق لم يشهدها هذا الكيان خصوصا بعد وصول نتنياهو مجددا إلى الحكم هناك من راهن على سقوط نتنياهو ولكن وصوله مع جانس يعني ربما هذا الأمر يضاعف الغطرسة يضاعف المطامع كيف يمكن أن نصف ولو باختصار هذه المرحلة في الداخل الإسرائيلي نعم الداخل الفلسطيني يمر بمرحلة حريجة جدا ومرحلة قاسية ويعني لا أستطيع أن أقول تختلف عن المراحل السابقة ولكن لأن الإرهاب الصهيوني بحق الأهل الفلسطينيين في الداخل مستمرا منذ 72 عاما حتى هذه اللحظة ولكن في السنوات الأخيرة هناك تصاعد على كل المستويات في المستوى التشريعي ما يسمى التشريعي والممارسات على الأرض في قمع محاولة قمع وإحباط الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48 يعني أصبحنا نرى بأن الضغط على الزناد أصبح سهلا ومن الممكن أن يقتل العربي كما يقال بشربة ماء بدون أي محاسبة لرجل الأمن أو للمستوطن الصهيوني الذي يشتبه بهذا الإنسان العربي أو ذاك وهذا حصل في الأسابيع الأخيرة وأيضا في فترات مختلفة وصول نتنياه مجددا إلى الحكم بلا شك بعث في نفوس الناس بشكل عام يعني القلق المتزايد من هذا الأسلوب العنجهي الذي يمارسه نتنياه اتجاه الفلسطينيين في الداخل ولكن أنا أود أن أشير بأن نتنياه لا يختلف عن جانس أو عن سابقه من رأساء الحكومات تحالف جانس مع نتنياه في هذه المرحلة نعم أعطى قوة أكبر للممارسات الإرهابية للحكومة الصهيونية في كل المواضيع في مواضيع تتعلق في الداخل الفلسطيني تتعلق في الضفة لأن هناك كان رهان كأنه على جانس بأنه سيكون هو المنقذ يعني نظر البعض إلى جانس بأنه يمثل يسار الوسط أو المركز في الساحة السياسية الإسرائيلية وهذه المراهنة كانت من قبل الفلسطينيين في الداخل القائمة المشتركة وأيضا من قبل قوى عربية دول عربية ومن قبل السلطة الفلسطينية وهذا تجلى في الضغط على القائمة المشتركة وعلى أوساط شعبية في داخل الثمانة واربعين من أجل التحالف والتوصية على جانس هذه التوصية التي باعتقادي كانت عار على القائمة المشتركة وعلى الجماهير الفلسطينية أن نوسي على رجل هو جنرال حرب قال قبل أشهر من الانتخابات أقل من شهر بأنه يوافق على صفقة القرن التي تتضمن الضم بطبيعة الحال والذي قال سأعيد غزة إلى العصر الحجري إذا ما استمرت المظاهرات في جنوب فلسطين المحتلة هذا هو الحال على الساحة السياسية في الثمانة واربعين ولكن الأهل في الثمانة واربعين بجملة أخيرة أريد أن أقول الأهل في الثمانة واربعين نعم نحن بحاجة إلى الوحدة الوطنية هنا في الداخل بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية على مستوى كل فلسطين ولكن بحاجة إلى وضوح رؤية تجاه هذا العدو الغاشم وليس إلى محاولة تجميل هذا العدو الصهيونية هي العدو الأساس للشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني الصهيونية هي العدو الأساس للأمة العربية وليست فقط لهذا الفصيل أو ذاك أو لهذا الحزب أو ذاك لهذا واجب علينا توضيح هذه الرؤية ومقاومة الصهيونية يجب أن تستمر حتى إفشال المشروع الصهيوني الإمبريالي الرجعي في احتلال فلسطين وتحرير فلسطين والعودة للاجئين كل اللاجئين وتحرير أسرانا إن شاء الله إن شاء الله سيد سيدة فيرة أختم معك ولا يمكن إلا أن أعلق على الزي الذي ترتدينه في هذا اليوم يعني هي رسالة تضامن على ما أعتقد رسالة تثبيت هوية عربية. ماذا تريدين أن تقولين من خلال هذا الزي الذي ترتدينه؟ يعني فعلا هيك ملاحظتك بمحلها كالعادة لكن ربما الرسالة التي أود أن أقولها أنه نحن من غير هذا الزي سنكون عراتا فلسطين هي القضية هي الثوب الذي يحفظ ويصون الهوية ويصون التذكرة يعني وما سبق وأشار إليه ضيفك الكريم منذ قليل لا تكفينا فقط الوحدة الدلخيلية يجب أن نعم ثقافة واحدة في مواجهة هذا العدو وأود أن أقول لا يراهنن أحد على اختلاف بين نتنياهو أو آخر كلهم في المضموني نتنياهو كلهم أصحاب فكر واحد فكر الاحتلال فكر الغزو فكر الاستعمار فكر التوسع فكر الإجرام عدونا واحد ويتعدد بأسماء مختلفة ليس هناك من خيارات بين هذا وذاك كلهم واحد في الإجرام شكرا لك سيدة فيرا يمين كنت معنا نصغرت شمال لبنان عضو المكتب السياسي في طيار المردة الشكر موصول أيضا للسيد زهير حمدي الأمين العام للطيار الشعبي كان معنا من تونس شكرا لكم عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد السيد محمد كنعنا كان معنا من الجليل ومن غزة مدير وحدة الأبحاث في مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية السيد حمزة أبو شنب أشكرك أيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة